السلام عليكم أخبار حضراتكوية يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وبصحة وسلامة طبعا في الوضع الصعب الاقتصادي اللي بتتمر بالبلاد كلنا دلوقتي نتواجه إزاي ان احنا نحقق أرباح ممتازة على الانترنت ومن أقوى وأفضل الطرق اللي بتساعدنا على تحقيق الأرباح من على الانترنت وهي أكتر طريقة موصوقة هي التسويق بالعمولة طيب فيه أكتر من طريقة للتسويق بالعمولة ولكن النهاردة أنا جايب لك استراتيجية مهمة جدا وفعالة جدا جدا هتيجي تقولي طب شمعنا يعني دي اللي فعالة هاجي أقولك ان احنا هنستخدم النهاردة موقع أو منصة لينك دي اين واللي ما يعرفش لينك دي اين هو فيته كتير لأن المنصة دي هي أقوى وأكبر منصة في العالم كله بالنسبة للبيزنس سواء للتوظيف سواء للتسويق للشركات سواء الماركتنج أي حاجة تخص البزنس فبتتمثل في لينك دي اين فبالتالي أقوى مكان تسويق عليه هو لينك دي اين خصوصا هتلاقي على لينك دي اين ريال استيت كتيرة قوي بتسويق للشغل بتاعها عندك مثال زي كده حد بيعمل الشغل ده بيبدأ ان هو يسويق ليه عادي جدا على لينك دي اين لأن هو في الأول وفي الآخر ده بيزنس هي منصة مخصصة للبيزنس فقط وده اللي انا قررت من خلاله استغل نقطة القوة دي وابتدي ان انا اسوأ بالعمولة عليه طيب ايه المنتج او ايه الفكرة اللي انا هستخدمها في فيديو النهاردة علشان ابتدي احقق الارباح بتاعتي انا هستخدم في التسويق بتاعي موقع غالي عن التعريف وهو امازون افليات بروجرام وقدوة اقوى وافضل برنامج تسويق بالعمولة مضمون تقدر ان انت تشتغل عليه بسهولة والميزة كمان اللي بيتميز امازون انه غير معقد لانت مجرد ان انت بتشترك في الافليات بروجرام بتاعه اللي هو مجاني تماما والتسجيل فيه من اثر ما يكون هسيب لك لينك فيديوهات شرحتها عن الموضوع ده بكده عشان نبس فيديو النهاردة ما يكونش طويل اتفرج عليها الموضوع الصهر وبسيط جدا مجرد ان انت بتشترك في موقع امازون افليات بروجرام بيبتدر يظهر عندك السايت سترايف وده اللي من خلاله تقدر تاخد لينك اي منتج وتسويقه وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي طيب ايه المنتج بقى اللي انا قررت اختاره اسويق به على لينك دي اين زي ما اتفقنا لينك دي اين هو موقع متخصص في كل ما هي خص البيزنس بكل اشكاله وبكل انواع زي ما اتفقنا توظيف بقى ماركتنج ريال استيت بتتكلم في بيزنس عملاق جدا طيب الناس اللي هناك دي عاوزة تنجح عاوزة مثلا موظف عاوز يتعلم ازاي ان هو ماركتنج الشغل بتاعه كويس موظف مش عارف يبيع الشغل بتاعه ازاي او البرودكت بتاعه ازاي اللي هو سيلز فبالتالي جات لي الفكرة ديت اللي انا من خلالها بقى لي شغال دلوقتي تقريبا شهر ونص عليها والحمد لله محقق نجاح حواليك في اخر الفيديو الارقام بتاعتي طبعا الميزة كمان ان احنا هنستهدف اهم نقطة الناس بتحتاجها طبعا كل الناس اللي بتبيع حتى ممكن بيكون بيبيع حاجة او اتنين بالعافية ولكن مش عارف يحقق كم نجاحات في البيع كبيرة جدا وبالتالي كل ما بيقعوا قدام عينيه بوست ازاي ان ان هو يقدر يزود مهارات البيع بتاعه او مهارات السوفت سكيلز بتاعتهم دوت بيخليه تلقائيا يدوس على اللينك عشان يتعلم المهارات دي صحيح في بعض المهارات بتبقى مجانية على اللينك دي انه ولكن محدودة جدا وقليلة جدا وباقي المهارات بتبقى بفلوس وبالتالي نقدر نستغل امازون ان احنا نجيب الكتب الالكترونية اللي ليه علاقة بالسيلز او بالبيزنس او باي مجال انت عاوزه ولكن انا هفوكس النهاردة او هركز معك النهاردة على السيلز اي بوك او الكتب الالكترونية الخاصة بالسيلز كتبت بالشكل ده The art of selling online او فن البيع online وهدوس انتر هتليم يجيب لك كتب لها علاقة بالجملة اللي احنا كتبناها وهو الفن البيع online ودوت اللي كل الناس دلوقتي بتحتاجه انت وانا وغيري 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 محتاجين مهارات البيع online دي اهم من مهارات البيع للاشخاص او بشكل direct مباشر ان انت تروح لعميل وتبيعه وكلام ده لا انت محتاج مهارات البيع online ودي حاجة مهمة جدا جدا اوكي فانت زي ما انت شايف عندك كتب كتيرة جدا جدا تقدر ان انت تاخد اي كتاب من دول تبيعه او تسوق له علاقين كده انه عشان تبتدي تاخد الامورة بتاعتك على سبيل المثال انا هاخد الكتاب دوت والكتاب دوت لطيف جدا وانا اعامل فكرة خليك بس متباني للاخر هتزود ارباحك في الاستراتيجية دي اضعاف مضعافة يمكن 3 اربع مرات بزياد على سبيل المثال هاخد الكتاب ده اللي هو the art of selling online هاجي من فوق كده من عند سايت سترايب هدوس على علامة التكست هتلاقيه اداني لينك التسويق بالعمولة الخاص بيا كل اللي عليها دلوقتي ان انا هاخده كابي عادي جدا كده انا معايا اللينك بتاعي هاروح بيه هنا هاروح بيه الاول احطه هنا طيب هخلينا اعمل لك زون بس شوية كده انا هنا كاتب ايه كاتب مقدمة للكتاب بتاعي learn how to sell more products اتعلم ازاي تبيع منتجات اكتر عن طريق الكتاب بتاعي اللي هو the art of selling online بيعلمك كل حاجة تخص الموضوع ده order your copy today اطلب النسخة بتاعتك النهاردة وبيه اكتر online وحاطط له لينك التسويق بالعمولة بتاعتي هعمل ايه دلوقتي هاخد البراجراف او القطعة اللي انا كتبتها دي كده وهروح بيها على لينك دين واعمل start post عادي جدا هاجي هنا وادوس enter زي ما انت شايف الشد او الكلام اللي هو بيشد الناس دايما لازم يبقى effective يعني مؤثر فبالتالي لو انت ما عندكش القدرة ان انت اه تكتب حاجة زي كده ممكن تستعين بازدكاء الاصطناعي ما فيش مشكلة اقول له اكتب لي مقدمة اه لكتاب عاوز ابيع اونلاين يعني اوصيرته الطريقة بشكل مناسب ديك هتلاقيه اديك حاجة ممتازة جدا زي ما انت شايف انا كده الكتاب بتاعي موجود ما فيوش اي مشكلة ومكتوب امازون يعني حتى اللي هيدوس عليه مش هيبقى الان من اللينك او اي حاجة لانه هو لينك خاص بامازون وكل الناس في الدنيا عارفة امازون كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هدوس post زي ما انت شايف اتعمل بشكل احترافي جدا شكل جميل جدا كل الشخص اللي هشوف الحاجة دي وهيكون مهتم بيها بعد ما يقرى هيقوم دايس على بالشكل ده هيروح للصفحة اللي فيها الكتاب ومجرد ما هيشتريها هتبتدي ان انت تاخد بتاعك اللي مش بيقل عن عشرة في المية معظم منتجات امازون بتاعها هو العشرة في المية الا الالكترونيات بتبقى غالية شوية ولكن المتعرف عليه في امازون هو العشرة في المية فانت لو بتتكلم ان دوت مثلا بدولار ممكن تشوف كتاب اغلى شوية ممكن تشوف كتاب مثلا يكون بخمسة دولار ستة دولار هتبتدي تاخد العشرة في المية بتاعتك ستين سنت لو مية مبيعة فانت عملت مسلا ستين دولار والكلام دوت سهلي جدا على لينك دي ان طب هل انا هكتفي بس باللينك دي ان لا انا مش هكتفي باللينك دي ان ولكن لينك دي ان هو الاساس بتاعك تمام شباب كل اللي هعمله دلوقتي برضو من لينك دي ان من على من فوق كده ان انا هكتب من فوق سيلز بيرسون وادوس انتر تدور على الناس وانت تدور يعني عندك بعد كده اه طريقة تانية اللي هي ان انت بيجيب الفيرست كونيكشنز ودول اللين فان انت اه تتواصل معهم بشكل مباشر على طول مش هتحتاج ان انت تطلب طلب اه جوين معاهم او حاجة لأ انت ممكن من هنا كده الماسيج بعد كده هنحط التفاصيل بتاعتنا عفوا هنروح كده ناخد ده كنترول سي نرجع تاني انا كده بابعت للشخص دوت بقول له والله الكتاب بتاعت ده هيساعدك في اه زيادة المبيعات بتاعتك لانه هو اصلا زي ما انت شايف هي وظيفته سيلز لان انا باح عن السيلز بيرسونز فقط يعني لما رجال المبيعات فقط فهيجي لك كل الناس اللي شغالة في مجال السيلز وبالتالي تقدر ان انت تضمن انك تحقق ارباح كويسة جدا اه من عليها كل اللي اعمل ده الوقت ان انا هدوس سيند بالشكل دوت والرسالة هتروح له ومجرد اما هو يهتم بشراء الكتاب دوت هتبتد ان انت تتحصل على ارباحك من امازون افليت بروجرام يا رب بتكون الفكرة لحد كده وصلت والامور واضحة بالنسبة لك اكتر طيب اه في طريقة تانية اه تقدر ان هي تساعدك في تحقيق ارباح بزيادة شوية ان اه تروح الى موقع اسمه كورا بعد كده كورا التسجيل فيه بالمناسبة هو سهل جدا بتاعمل سين اوب عادي جدا وتسجل بالايميل بتاعك مفيش اي مشكلة الموقع دوت من الاخر كده جماعة هو موقع متخصص في الاسئلة والاجوبة يعني اي حد عنده سؤال بيجي على الموقع ده يسأله واي حد عنده اجابة للسؤال ده بيبتدي ان هو اه يجاوبها فعلى سبيل المسال هك في السيرش اه اه كورا كده هاو تو سيل ماي برودكتس اونلاين هيجيب لك كل الناس اللي سألها تقريبا نفس السؤال ده وده اللي احنا عاوزينه اللي احنا عاوزين نجاوب الناس ديت بالخدمة بتاعتنا او بالكتاب بتاعنا اللي هيساعدهم ان هم يبيعوا المنتجات بتاعتهم وحاول ان انت من اول تايم دي تجيب الاسئلة اللي حصلت في اخر اسبوع فقط ما تجيبش لها من ساعة او من شهر اللي دوت مش الناس غالبا هتكون اه مش محتاجاها بسطويك اللي بيضغطي لك الكلام دوت فدي انسب حاجة انت ممكن تستغلها هاو دو اي سيل ماي برودكت اونلاين ايزي هو دلوقتي بيسأل ازاي ابيع منتجاتي اونلاين اه بسهولة فدي فرصتك ان انت تقوله والله الكتاب دوت لو قريته انت الموضوع معاك هيتحسن كتير جدا ودي اللينك بتاعنا بتاع الافريت تحت اهو كل العمير دلوقتي ان انا هدوس اه كومنت والكومنت دوت راح خلاص للشخص زي ما انتم شايفين كده تحت باللينك بتاع الكتاب لو دوس تعريب الشكل ده يفتحوا لي هنا ما فيش اي مشكلة الراجل ده لو اشترى او اي حد تاني بدور على نفس السؤال ولاء الاجابة بتاعتي فيها اللينك بتاعي هيشتري هو كمان فبالتالي الارباح بتاعتي بتتضخم جدا جدا انا بنصحك انك على الاقل على الاقل عشر كتب فيديو بتنشرها سواء على لينك دي ان او موقع كورة كمان دي استراتيجية تالتة انا ما بحبزهاش قوي او مش بفضل عمتا الشغل على الفيسبوك ولكن نازلت طريقة تقدر ان انت تزود بيها ارباحك الا وهي ان انت تروح على السيرش بار من فوق تكتب سيلز سكيلز بعد كده تنزب على جروبز بعد كده تعلم على بابل الجروبز هيجيب لك كل الجروبز اللي فيها علاقة او ليها علاقة يعني بالسيلز سكيلز مهارات البيع المنتجات اللي محتاجة مهارات للبيع وخلافه كل ما يتعلق بالسيلز هيظهر لك كل اللي عليك انك تخش على اي جروب من دولار وبعد كده تبتدي ان انت تحط برضو الماركتينج بوست بتاعك بالشكل دوت بعد كده تدوس بوست تماما هتلاقي الكتاب بتاعك بالكلام التحفيزي اللي احنا اتفقنا عليه موجود بشكل احترافي جدا بالشكل ده مفيش اي مشكلة البوست تتحط مفيش اي اللي حصلت وبالتالي تقدر تضمن ان ارباحك تكبر وتتضاعف بشكل كويس جدا جدا نيجي دلوقتي للخطوة اللي انا هوليك فيها ارباحي بس قبل ما هوليك فيها ارباحي يارب تكون فعلا استفدت لو استفدت وحس ان انا بقدم لك اي معلومة مهمة او ان انا فرحتك حتى بالفيديو النهاردة ياريت تسيب دوت في التعليقات احس بس ان انا فعلا قدرت اقدم لك حاجة مفيدة وياريت لو الفيديو عجلك فعلا ما تنسانيش باللايك لان اللايك فعلا بيدعمني جدا 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 فهو ما تتصور ولو لسه جديد واول مرة بتشوفني ياريت تشترك في القناة لان اشتراكك في القناة شيء بيشرفني وتفعيل زر الجرس علشان تشوف كل جديد بنزوله على القناة بازن الله يلا بينا نشوف الشغل بتاعي جاب ارباح عاملة ازاي وفيه تركاية كمان هقول لك عليها هتخلي الارباح بتاعتك زي ما قلت لك في اول الفيديو تضاعف مية في المية تمام شباب زي ما حتركوا شايفين معايا تقريبا تقريبا يعني خمسمائة دولار من تمانية وتسعين مبيعة للكتاب بتاعي طيب انا ليه قلت لك ان انت في الاخر هتشوف معايا ارباحي وتركاية تاني اضافية انا بقول لك انا ارباحي خمسمائة دولار من بيع الكتب من بيع الكتب مش لسه من التسويق بالعمولة التسويق بالعمولة انا هقول لك دلوقتي برضه ولكن انا حبيت اوليك المفاجأة دي في الاخر لان انت اكيد انت بتتفرج على الفيديو معايا مفكرتش طيب هو انا ليه اصلا ما اعملش الكتاب وانشره زي ما الناس دي بتنشر الكتب بتاعتها وبعد كده اسوق للكتاب دوت فمعنى كده انا بحقق الربح التسويق بالعمولة للكتاب بتاعي لما بجيب له عملة تشتريه وفي نفس الوقت الكتاب بتاعي ده اللي بيديه هو كمان بيجيب للربح بتاعي يعني عصفرين بحجر واحد ودي المفاجأة اللي انا متأكد انت مفكرتش فيها من ساعة اما انت ابتديت مشاهدتك للفيديو لحد دلوقتي عشان كده انا اخترت نسيب الجوهرة او الفكرة دي للاخر لللي حابب فعلا يستفيد واللي حابب فعلا ينجح الشخص اللي هو يتفرج على اول خمس دقايق عشر دقايق ويكسل ده انا عارف ان هو مش هينجح على سيب دي اللي دسة متابعني لحد دلوقتي وفعلا فعلا مقتنع بالفكرة ومقتنع بالشغل اللي بيتم بالمناسبة يا جماعة انا عامل على موضوع كيندل دايريكت بابلشينج ازاي تنشر الكتاب بتاعك على المنصة دي فيديوهات هيظهروا لك دلوقتي على الشاشة كان واحد منهم وهسيب لك برضو لينك الفيديوهات دي تحت ازاي انت تعمل اه كتاب من الصفر بالزكاية الاصطناعي وتعمله الكوفر بتاعه وتعمل بيه الشغل بتاعه كله وتنشره على امازون وبالتالي تحقق ارباح اه طبيعية جدا للكتاب ده دلوقتي ازاي ما انت شايف دي الارباح بتاعتي اه دي الارضرات للطلبة ديت لو انت مفاعل خاصية ان حد يستنف الكتاب بتاعك بشكل مجاني يقراه لكن ما اقدرش ان هو يشتريه يعني يقراه على الموقع نفسه ما اقدرش ان هو يعمله داول لود او يشتريه او اي حاجة من ديت مجرد اراية كده اه لكتاب بتاعك وانا مش بفعلها لان انا غرضي الربح يعني فيه الناس طبعا بتفاعل الموضوع دوت عادي جدا لو انت حابب تعمله في الاول ناس تتشدلك اه تبقى ام تبعاك اي كتاب بعد كده تشتريه اوكي مفيش مشكلة على سبيل المثال وبمناسبة فيديو النهاردة ده كتاب انا عامله برضو شبه او اللي احنا اشتغلنا عليه النهاردة زي ما انت شايف زا ارت اوف سيننج اونلاين برضو لو تبقت الفيديو اللي فيه تتعرف ازاي تجيب كتب زي كده حتى احترافية مش انت اللي تكتبها ولا تحط ايدك فيها هسيب لك برضو لينك الفيديو دوت تحت في صندوق الوصف والصورة بتاعته تظهر قدامك دلوقتي على الشاشة زي ما انت شايف كتاب احترافي جدا كل اللي انا بعمله ان انا برفعه على امازون وبطارجة الاوديانس او الجمهور اللي انا عاوزه وبالتالي بحق الارباح بتاعتي الموضوع ما هواش كيميا ولا هو صعب الموضوع عاوز منك بس يعني تفرغ ساعتين ثلاثة في اليوم اربع يا سيدي كحد اقصى وخلاص بتشتري دماغك والله لقيت الدنيا زبطت معاك خلاص تفرغ للانلاين بيزنس وخلي هو ده مستقبلك واشتغل عليه لكن ما تسيبش شغلك او تفلط في شغلك وتقول انا هشتغل خلاص عن ابتلاق ده كلام مش مظبوط لما تحط لجلك على ارض صلبة ساعته اخذ القرار تمام جدا هنروح دلوقتي على صفحة الارباح بتاعتي بتاعتي التسويق بالامولة الخاصة بشرح النهاردة تمام شباب زي ما حالكوا شايفين انا كده على الحساب بتاعي بتاع امازون اسوشييتس او برنامج التسويق بالامولة بتاع امازون ننزل مع بعض عشان نشوف الارباح يارب بس تكون الشاشة واضحة قدامكم كده دي عدد البروداكت او المنتجات اللي تم شحنها للعملة اللي هم كام سبعمية تسعة وتمانين الارباح بتاعتي اللي انا بحققها لحد دلوقتي تلتمية وخمستاشر دولار على المنتجات دي طيب اه او عدد الطلبات بتاعتي هو تمنمية واحداشر ولكن اللي اتشحن منهم لحد الوقتي هم سبعمية تسعة وتمانين فقط عدد الكليكس اللي تمت على البروداكتس دي هم الفين وخمسمية تقريبا يعني واللي اشتروا منهم تمنمية واحداشر دي حاجة ممتازة جدا من وجهة نظري اللي هو نقطة اللقاء او نقطة التمسك بالمنتج بالنسبة للعميل طبعا فيه كتب بتبقى بخمسة دولار فيه كتب تلاتة دولار المهم منها في الاخر بتوصل في الرنج دوت مفيش اي مشكلة طبعا زي ما انت شايف ده لصت ابديت لحد آآ امبارح تقريبا كان دي المحصلة بتاعت احنا النهاردة البعتاشر تمانية دي اخر ابديت كان بتاريخ تلاتتاشر تمانية يارب تكون الدنيا سهلة واضحة لحضراتك وتكون الدنيا بسيطة بالنسبة لكو اي حد مش فاهم اي حاجة زي ما وضحت قبل كده بعيد مرة تانية لازم تسيب لي استفسارك فيه التعليقات عشان اقدر اصعدك طبعا دي القناة بتاعتي اي حد لسه بيتابعني الاول مرة يقدر ان هو ياخد جولة في القناة حاجات ممتازة جدا حاجات آآ فعلا هتستفاد منها جدا جدا انا متأكد من حاجة زي كده وكل اللي متابعين عارفين حاجة زي كده بتمنى ان انا اكون قدر تفيدك يا رب يا رب كلكم موفقين يا رب كلكم تنجحوا اي حد لسه ما عادش لايك في الفيديو يا ريت تدوس على زرار اللايك لان ده بيدعمني جدا جدا ولو لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشترك فيها لان ده شئ بيشرفني وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد بنزل على القناة دمتم بخير الى اللقاء في الفيديو جديد من الفكرة تانية باذن الله انتظروني